هي البشرة اللي تعاني بصمت وهي البشرة اللي أصحبها قليليش يكوى وهي البشرة اللي قادرة تكون سابقتك في العمر انتي اللي في عمرك 30 سنة إذا ما تهليتيش فيها قادرة تكون بشرتك أكبر منك ويكون عمرها أكثر من 50 سنة بدون مبلغة نظن عرفتوها هي البشرة الجافة وقيل أنت جديدة معي مرحبا بيك أبوني ما تنسينيش بلايك وسيف وبغتاجي هاد الفيديو وينراكم هربين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم رح يكون الفيديو على أفضل روتين للعناية بالبشرة الجافة لإذا تبعتوه ستكوني بشرتكم رح تكون ممتنة لكم تبعوا الفيديو الأخير انتي كصاحبة بشرة جافة وش يلزم عليك باش تعتني بالبشرة تاعك كأول خطوة يلزم تختاري غسول يناسب نوع بشرتك فكرة أنك تجي بأي صابون تقصلي بها البشرة تاعك هذه فكرة نقول لك خاطئة بعد عليها كل البعد أكبر عدو لك انتية هو استخدامك للصابون مادة الصابون في حد ذاتها رح تزيد تنشف البشرة تاعك وتخليلك هذه الرواس بالبيضة وزيد تديرلك القشور إذا معرفتيش كاين أنواع غسول في الغالب تكون كريمية كيفاش كريمية؟ يعني كي تستخدمها قليل وينشوفي هذه الرواس وكأنك انتية ركي تديري في كريم على وجهك تنطفي في البشرة تاعك كاقتراح لي ملفا نعطيه لكم عندنا غسول من عند ميكسة هذا اللي لكم تشوف فيه هذا كسبيل الميثال بر كاين نوع آخر يكون هذا الأزرق وكاين نوع غوز اللون هذيك الوردي مناسب ثاني لك وخاصة الناس اللي عندهم بشرة حساسة عرفوا لبنات البشرة الجافة دايما تكون حساسة تكون فيها حكة تكون فيها قشور دايما تتهيش علاش لأنه أصلا سهل الحاجز البشرة تاعك أنه يتدمر بعوامل بيئية المحيطة وكي ما تحليش فيها رح تشوفي مشاكل أكبر على المدى القريب وعلى المدى البحيد يوسيرين عاد الماركة اللي ممتازة لصحبة البشرة الجافة يعني منتجتها روعة عنا ثاني من عند سيغا فيه ممتاز ثاني من ثاني نوع من عند سيتافجل ممتاز 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 لأسف رو نقص عنا نايا أرخص نوع كي نحكوه في الماركات الجزائرية اللي جربتهم عادنا من عند زوغة ينظف البشرة مليح مينشفها شو الميزة اللي فيهنو بدون عطور فنقترح عليكم تاني المرحلة الثانية اللي هي واشنو؟ الترتيب 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 مهم لصحبة البشرة الجافة نصيحتي ما تروحوش ترطبوا بشرتكم بعد اللي تنشفوها خلوها دايما مبلولة وروحوا استخدموا لكريم المرطب هي أفضل طريقة تستخدموها للمرطب علاش لأنه البشرة تاعكم اللي هنا يا رح تكون ندية ما نقولش مبلولة تسيل بالماء من ندية سهل انها تمتص نسبة كبيرة من هذاك الكريم وبلما نسى حبيباتي حبيت نلفت لكم انتباكم بالواحد النقطة مهما صاحبات البشرة الجافة دايما تذكروا أنه حاجز بشرتكم السهل أنه يضرر بشرتكم زيادة عن أنها تعاني من قشور وحبوب وتشققات تحسوا أنه معرضة أكثر لشيخوخها المبكرة زيادة على تشي تشوفوا أنه عندها تحسس كبير من الشمس من العوام الخارجية بصفة عامة تشوف عندها حكة وحتى قادرة تكون حبوب وإيكزيما فاختياركم للمنتجات ما راحش يكون عشوائي يعني ما تطلبش يعني أي واحدة مبتدئة لازم تعرف هالنقاط لما تجي تشريب منتج دايما قرأي المكونات تتاعوا بعدي على المنتجات اللي فيها كحول المنتجات اللي فيها عطور المنتجات اللي فيها مواد صابونية يعني صابون والمنتجات اللي المفروض تستخدمها هي اللي في مكوناتها مثلا تلقي غليسيرين زبدة شيا زيوت طبيعية ممكن حتى تلقي الفازلين ولا تلقي السيراميد ولا الهايلورونيك هاد المواد هي اللي تساعد على ترطيب البشرة وكاين عندكم مركات بزاف 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 الأسواق دايما نصحكم بديها داغمين وإن كانت كميتها قليلة لكن هي الأرخص تمنا نقوله 75 ألف عننا هنا في الجزائر تعتبر مليحة كماركة عالمية كاين ثاني أنواع مثلا من عند نيفيا يعني أكيد الخاصين بالوجه كاين من عند جونسون سيتافيل ولا سيغافي كان أنواع كريمات بزاف يناسبكم من المرحلة الثالثة المهمة اللي هي مرحلة الحماية كنقوله مرحلة الحماية لازم عليكم تستخدموا واقي شمس يكون مناسب النوع بشرتكم حبيت ننصحكم بهذا الواقي شمس من عند لغوش بوزي هذا اللي فيه شريط أزرق ممتاز 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 بالمقتصر على لأنه اثنين في واحد مالقرى غالي بصح في ميزانيتك ركي وكانك شريط يزون منتجات مرتب واقي شمس تقدري تستخدميها غير هو وتستغني على مرتب ويعطيك هذك الترطيب يعطيك هذك الحماية على بلية كل واحدة فيكم قادرة لسبب معين انشغالها تربية ممكن الخدمة جيت عبانة حتى وتكون ميزانيتك مهيش مناسبة أنك تشريب بزاف منتجات فمرة على مرة مرة في الأسبوع تلعي البشرة تاعك أحسن ماسك ممكن ننصحك به هي الماسكات الجاهزة والحمد لله هاد شيط ماسك رام توفرين بخطو في الماجازن كوسمتيك وماهم شغاليين عشرين الف ربعين الف ونتي جبتي أحلى ماسك ممكن تدلي بها البشرة تاعك ولا مرة كل أسبوع الصراحة كان اختيارات بزاف وعلى بالي بكم تروحوا برك الباكاجينج يكون كيوت تحبوا الفخاز تروحوا تشيروا تعالفخاز للالا كان نصيحة أخطر ولمكون الأساسي يكون ملاح لكم مثلا أنا هنا خيلت هذا الهايلورنيك والفتن يشريتها السيراميد وكان أنواع بزاف بزاف اللي نقدر ننصحكم بهم كآخر نصيحة أحسن منتج ممكن تكون إضافة راح تفيدك نتيه اللي عندك بشرة جافة ننصحكم به اللي هو سيروم حمض الهايلورنيك وإن كان هو مفيد لكام الأنواع البشرة بشكل خاص البشرة الجافة راح يفيدها بزافة عليها لأنه خاصية الهايلورنيك ولهذا الحمض بالذات أنه كيما البونج كيما داخل أعماق طبقات بشرتك فهذا راح يفيدك بزاف وكان اللي يسموه ثاني بوتوكس البشرة لأنه يعطي البشرة حيوية وامتلاء وهذا اللي تحتاجوه صاحبات البشرة الجافة واللي هنا يا رب نكونوا موفق توصل لكم كامل المعلومات اللي كنت حابتكم تعرفوها خاصة أنتم المبتدئات وستقوني يا حبيباتي معدلة صعبة نحب نعطيكم كم كبير من المعلومات ونبخلكم في نفس الوقت نخاف ندي من وقتكم بزاف وعلى بل يبلي تميلوا من الفيديو هات طويلة معنا كونيكسي عني فهمتكم فبالنسبة لي كان هذي الصعوبة الكبيرة نتمينا ما تبخلونيش كلمة طيبة تعليق إيموجي لايك هاد الشي راح يفرحني بزاف إذا شتوا هاد الفيديو يقتر يفيد الناس أخرين معيش تبارتاجيوه برك حبيت نعملكم صنداج هنا بس كدروا في المنتدى حبيت الأسبوع الجاي نغير شوية من محتوى القناة ندخلو هكاك فقرة كنت سنين ندير هلكم مشتريات من مواقع ولا موضة تربيع وصيف الفين وثلاثة وعشرين آخر مرة ذات لكم صنداج كان برسانتاج كبير ثاني طلب هاد الفيديوهات بصح الفيصل هحيكون هنا تحت في التعليقات انتم ما قولوا لي اسكن كملوا في هاد المحتوى برك ولا نضيف هاد المحتوى وتشوف انتم ممكن يعجب كم لا لا تحلو لي فروحكم السلام